زي ما احنا كنا لسه بنقول الجيل الجديد ده ذرنا ومنفتحين جداً قدامهم السوشيال ميديا مفتوحة ساعات اكيد بيحسسوك بابا معلش الحاجة اللي انت بتقولها دي ده قديمة شوية ايه الحاجة اللي بتصطدم بيهم دايماً عشانها؟ اه طبعاً لا بيصلحوني انجليزي كتير يعني لما اجتكلم انجليزي هم اللغة بتاعتهم انجليزي بريطاني مش انجليزي امريكان انا بتكلم انجليزي امريكان فده بالنسبة لهم يعني ايه ايه ده يعع انت فهمها؟ فيواضي يصلحولي بقى في الكلام في الـ H والـ O والحروف المادة بالذات يعني اجي يقول لهم مثلاً يلا لاتس جو هوم فيتريعوا عليا يقولي يا باب اسمها هوم هوم لو حد منهم بجي قالك يا بابا انا بحب عندي مشكلة كده عاطفية هتعملين؟ هنصحه اكيد هنصحه هتعمل مع الموضوع برفق لان في النهاية هو اولاً كونوا انه يجي قولي فده معناه ان فيه ثقة متبادلة بين الاب والابن كونوا انه ياخد رأيه ما ينفعش برأيه حد وعنيف لازم ارد بابا برضي الله ولازم ادينه النصايح اللي ابويا كان بيدهالي اللي هي اللي ما يقبلش حاجة اللي ما تقبلوش على امك واختك او حد من ستات عائلتك ما تقبلوش على بنات الناس دي اهم حاجة انا بقى دي اهم حاجة انا بزرعها في ولادي الصبيون تحديداً يعني كما بتقعد تهزر كده وتلعب مع بنتك مش بيجي لك لكن اكيد البنت عندك احساس ان دي صعبة لا دي حقيقة بفكر في الموضوع ده فعلاً يعني لو كان ليا عمري طبعاً يعني وكنت من الاحياء بفكر في الموضوع ده ازاي يعني ازاي دي حد ياخدها مني مش بيستاهل كده يعني ده هيبقى يعني عريس من جيهة امنية عريس من جيهة امنية بالزبط كده بتسيبهم ياخدوا قرارات في حياتهم برحيتهم وحتى لو انت شايف ان القرار غلط لا لو قرار غلط لا بقف لو قرار صح بدعم قاعدت البيت بقى الفترة اللي قاعدناها ما كناش بننزل خالص كتت عاملة ايه بالنسبة لي ده جالي دي براشن من القاعدة انا مش بتاع قاعدة خالص يعني انا عارفة ان ماها أكلها حلو جداً وانت دايماً بتحكي على الأكل ماها احكي لي اكتر الحاجات اللي عملتها لك في الفترة دي كده عشان تودي دي براشن ده فيه اختراع هي بتعمل اسمه محشي البصل اللي هيدوقه هيحبه جداً جداً لان انا ما بحبش البصل أصلاً فلما هي عملت لي محشي البصل ده كان بالنسبة لي شيء جديد ومن أفضل الحاجات اللي هاي بتعملها انت ممكن تخش تساعد في المطبخ وطهت تساعد في حاجات اللي في البيت ولا لا ملكش مؤخراً بقيت عمل كده المذاكر على مين بصراحة؟ على علمها مش علي عشان باش كداب مش هتستحمل انت صح؟ لا مش هستحمل ومش هفهم مش هتحك عليك فمريع نفسك من قوي رايح دماغي باشتغل وخلاص وربنا كريم نعم ايه اكتر جملة انت كأب كده لما بتزهق في البيت بتقولها الولاد لما بيوا عاملين دوشة عاملين مشاكل اكتر جملة درجة على لسانك على طول بقول لهم بكرة هتعرفوا امتي لما اجبر واموت هتعرفوا امتي لا باعد شر عنك باعد شر عنك